بترقب وقلق تتجه أنظار العالم للانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أيام هذه الانتخابات التي تؤثر نتائجها على مسار الصراعات العالمية والحروب خاصة في غزة ولبنان وأوكرانيا وكذلك التصعيد بين إسرائيل وإيران أهمية كبيرة تحظى بها هذه الانتخابات تستمدها من دور الولايات المتحدة المحوري في العديد من التحالفات الدولية كما تعتبر القوة العسكرية الأكبر في العالم حيث يعادل انفاقها الدفاعي ثلثة الميزانيات العسكرية للناتو وفيما وصفت تهديدات ترمب المتكررة بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي كبوسا لأوروبا دعت كاملا هارس المرشحة الديمقراطية بضمانة الاستمرار للتعاون الوثيق بين واشنطن والناتو رغم أسرارها على الضغط على أوروبا لزيادة انفاقها العسكرية يبدو أن الرئيس القادم لأمريكا سيواجه تحديات أمنية عالمية فبحسب خبراء تخدم بعض الأزمات والصراعات مصلحة واشنطن لكنها تظل الفاعل الدولي الأكثر أهمية في مساء للسلام والأمن رغم فقدان قدرتها على المساعدة في حل النزاعات في الأعوام الأخيرة أما عن الشرق الأوسط ردت هارس مرارا على موضوع دعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها لكنها أكدت أيضا أن قتل الفلسطينيين الأبرياء يجب أن يتوقف فيما قد يمنح حفوا فوز ترامب إسرائيل حرية أكبر في غزة وأماكن أخرى فيما يتعلق بأوكرانيا أوضح ترامب نيته إبراما صفقة مع موسكو على حساب كييف من أجل إنهاء الحرب وكذلك الدعم العسكري والمالي الضخم الذي تتلقاه كييف من الولايات المتحدة أما هارس فأكدت أنها ستستمر في الوقوف مع أوكرانيا وستعمل على ضمان انتصار كييف في هذه الحرب التعاملات التجارية مع الصين ستكون أيضا على المحك فرغم إشادته بعلاقته مع الرئيس شي جينبينغ اقترح ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 60% على جميع السلع المستوردة وفي المقابل قد تتبع هارس نهجا أكثر توازنا مع الصين لكن كلا المرشحين يتبنيان مواقف صارمة تجاه الصين ينضم إلينا من واشنطن الدكتور إدمو غريب أستاذ العلوم السياسية في جامعة جوشتاون والخبير في الشؤون الأمريكية دكتور إدمو مرحبا بك معنا إذن قبل الخوض في تأثير نتيجة الانتخابات على الصراعات هل تتأثر الخطط الاستراتيجية الكبرى وطويلة الأمد بتبدل شخص الرئيس في واشنطن أحيانا ليس دائما وليس في غالبية على الأقل المراحل الأخيرة خلال ربما الثلاثة أو أربعة وقود الماضية نرى أنه على الرغم من بعض التباين في مواقف والسياسات كل من الجمهوريين والديمقراطيين أو على الأقل الرئيس الجمهوري أو الرئيس الديمقراطي إلا أن إجمالا يمكن القول بأن هناك الكثير من القضايا غالبية المواقف هي مشتركة مثلا إذا نظرنا إلى أين هي نقاط التوافق التي يتوافق على أن الولايات المتحدة يجب أن تكون لها القدرة على مواجهة أي تحديات عسكرية أو اقتصادية من أي خاصم أو منافس على المستوى العالمي ثانيا أن الولايات المتحدة يجب أن تكون هي الأقدر عسكريا وهي على المستوى العالمي إضافة إلى ذلك هي أن الولايات المتحدة يجب أن تلعب الدور القيادي في العالم لأنها هي دولة ديمقراطية لأنها هي كدولة تقوم على أساس القواعد التي نستمعنا مؤخرا الكثير عن هذه القواعد المبنية على المبادئ القانونية وهذا ما تحدث عنها وزير الخارجية بلينكين مرارا في الأيام الأخيرة ولكن كثيرين تقدوا بأن الولايات المتحدة لا تفعل ذلك بل تتحدث هناك أيضا حماية المصالح والأرصدة الاستراتيجية للولايات المتحدة في مناطق مختلفة من العالم وحماية أصدقاء الولايات المتحدة أيضا الذين للولايات المتحدة معاهدات معهم أو تحالفات معهم ولكن أين يختلفوا؟ الاختلاف هو أن الديمقراطيين يركزوا أكثر على موضوع قضايا حقوق الإنسان ولكن يبدو أن هذه قد تراجعت الديمقراطيون يركزوا أكثر على ضرورة بناء تحالفات مع أطراف أخرى لدعم سياساتهم بينما كان الجمهوريون تقليديا يركزوا أكثر أولا على الدور الأمريكي وعلى أن الولايات المتحدة إذا تدخلت يجب أن يكون لها مصلحة في هذا التدخل وهي أيضا أيدت التحالفات بناء تحالفات كما رأينا مثلا في حرب الخليج 1990 وثم حرب الخليج الثالثة التي أسقطت النظام في العراق كان هناك تحالف ولكنه كان تحالفا محدودا رتبه الرئيس جورج بوش الإبن في ذلك الوقت طيب لا يخفي ترامب دكتور إدمون إعجابه ببوتن الرئيس الروسي وقد أوضح ذلك في مواقف كثيرة لكنه في نفس الوقت يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا هل سيكون هذا على حساب كييف فيما لو كان ترامب في البيت الأبيض من ناحية يمكن القول بأن الرئيس ترامب أو الرئيس سابق ترامب هو فعلا إذا وصل إلى البيت الأبيض أعتقد أنه يريد أن ينهي هذه الحرب في أوكرانيا وبالتالي فأنه سيتواصل مع الرئيس الروسي وأيضا الكثير سينعكس على النتائج على الأرض لأن النتائج على الأرض خاصة في الأشهر الأخيرة أظهرت التقدم الروسي وخسارة أعداد كبيرة من الجنود الأوكرانيين الرئيس ترامب يقول بأنه لو كان هو في البيت الأبيض لما كنا رأينا هذا الصراع ولكن في نفس الوقت حتى ولو كان يريد التوصل إلى تفاهمات فأنه سيحاول أيضا الدفاع عن مصالح أوكرانية مثلا أن أوكرانيا يجب أن تبقى دولة وأن قد يطالب بإعادة بعض الأراضي التي سيطر عليها الروس وإن كان ذلك مستبعدا من قبل بعض الخبراء الأمريكيين ولكنه أيضا سيستمر في تقديم الدعم لأوكرانيا ولكن ليس نفس طبيعة الدعم الذي تشهده أوكرانيا الآن ولكن أعتقد أنه يريد إنهاء هذه الحرب وهو يعتقد أن الصين هي التي تشكل الخطر الأكبر على الولايات المتحدة على سيرة الصين شكرا لأنك ذكرت الصين دكتور إدمو صرح ترامب أنه لن يضطر لاستخدام القوة العسكرية إذا تحركت بكين ضد تايوان والسبب أن الزعيم الصيني كما قال ترامب يحترمني ويعرف أنني مجنون هل يمكن أن تبني بكين قراراتها وسياستها بناء على تصريحات كهذه؟ لا أعتقد ذلك طبعا الصين والخطورة هاين تكمن الخطورة سمعنا من عدد من كبار القيادات العسكرية الأمريكية بأن الحرب قد تحدث بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان ومضيق في بحر الصين الجنوب لأن الصين تقول أن هذا يقع ضمن مياهة الإقليمية لا أعتقد أن الصين في هذه المرحلة تريد الدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة ولكن إذا كانت هناك محاولات للاعتراض بتايوان كدولة مستقلة فأنني لا أستبعد أن تتدخل الصين عسكريا ولذلك فأن هناك خطورة الخطورة الأخرى هي أن الرئيس ترامب مثلا تحدث أنه سيفرض 60% مكوس أو ضرائب جمركية على المنتجات الصينية القادمة إلى الولايات المتحدة هذه سترفع الكثير من الأسعار لأن المنتجات الصينية هي رخيصة وبالتالي فأن هذا من ناحية قد يساعد الاقتصاد الأمريكي قليلا لأنه ربما قد يضغط على الشركات للعودة إلى الولايات المتحدة ولفتح مصانعها التي انتقلت إلى دول أخرى بسبب رخص اليد العاملة ولكن أعتقد أن الرئيس الأمريكي يريد تحسين العلاقة مع كل من كوريا أتحدث عن ترامب إذا وصل إلى البيت الأبيض هو يريد تحسين العلاقة مع كوريا الشمالية مع روسيا ومع الصين وفي ذلك هو يرجع إلى موقف تبناه كل من الرئيس السابق نيكسون وأيضا مستشاره كيسينجر والمستشار أيضا الديمقراطي المعروف برجينسكي هؤلاء كانوا يقولوا دائما أن الولايات المتحدة يجب أن تكون علاقتها بكل من الصين وروسيا أفضل من علاقة روسيا والصين ببعضهم البعض ولكن الإدارات الأخيرة التي تسلمت السلطة في الولايات المتحدة دفعت الصين وروسيا إلى أحضام بعضهم البعض وإلى أشراكة أو حتى تحالف بين الجانبين شكرا جزيلا من واشنطن الدكتور أدمون غريب أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورجتاون والخبير في الشؤون الأمريكية شكرا لك